بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق وركن عبدالفتاح البرهام ببرقية تهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لتونس حكومة وشعبا مزيدا من التطور والنماء وأكد البرهام في برقيته حرص السودان على تمتين علاقاته مع تونس بما يعزز أفاق التعاون المشترك لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين السودان وتونس والروابط القوية والصادقة التي تجمع بين شعبي البلدين أكد عضو مجلس السيادة الانتقالية دكتور عبدالباق عبدالقادر الزبير حرص الدولة على توفير الخدمات الطبية للمواطنين بولايات البلاد كافة وأكد دكتور الزبير خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس بموثلي قافلة كلية طيبة الأسنان بجامعة الخرطوم المتاجهة لولاية نهر النيل أكد دعم مجلس السيادة لكافة الخطط والجهود والمشروعات التي تهدف لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين وأشعر إلى أن الخدمة التي ستقدم هذه القافلة لمواطني الولاية سيكون لها المردود الإيجابي الكبير مشيرا إلى حاجة محليات الولاية وأريافها لمثل هذه القوافلة أشهد الفريق شرطة حقوقي الدكتور مدثر عبد الرحمن نصر الدين نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به الإدارات الأهلية والأعيان بولاية شرق دارفور مبينا أن رئاسة قوات الشرطة تعمل في وفق خطط استراتيجية لبسط الأمن والاستقرار بربوع البلاد المختلفة جاء ذلك لدى لقائه أمس بمكتبه بوفد أعيان ولاية شرق دارفور واستمع نائب المدير العام المفتش العام خلال اللقاء للقضايا التي تهم واطنية الولاية خاصة الخدمية منها وكيفية تقديم الدعم اللازم خاصة لشرطة المحليات بمعينات العمل الفنية حتى يتحقق الأمن والاستقرار تحركت إدارة نادي الهلال بعد الخسارة أمام سانداونز الجنوب أفريقي السبت الماضي في الجولة الخامسة وقبل الأخير بدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا وأصدر نادي الهلال بيان رسميا أعلن خلاله أن لجنة تسير عمال النادي برئاسة شام الصوبات اجتمعت لمناقشة وضع الفريق واتخذت بعض القرارات التي ستصدر تباعا بعد مشاورة بعض الجهات والأفراد وأشار الهلال عبر بيانه إلى أنه سيتم الاجتماع مع عضاء الجهاز الفني بقيادة موتا اليوم كما سيتم عقد اجتماع مع اللاعبين وأكدت اللجنة أنها ستكون في نعقاد مستمر لحين مباراة الأهل المصري في ختام دور المجموعات ببطولة دور الأبطال مشارة العاشرة انتهت تعودة لأزميل أمل خليل لمواصلة ما توقع من صباح البلد